محطتنا الأخيرة القضاء على برنامج تامبوسفور لتحديث التعليم العالي وللتعاون ما بين الجامعات الأوروبية والجامعات اللبنانية في إطار تطوير برنامج الجامعات اللبنانية تامبوسفور برنامج تعليمي ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تطوير البرامج الأكاديمية في الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة من خلال فتح فروعا للدراسات العليا يتقدم بها بكثرة من الجامعات اللبنانية والخاصة ضمن دراسة أكاديمية تعتمد معايير تعليمية عالمية مشاريع كلها تقيم وتختار بالاتحاد الأوروبي لما في أي تدخل من البنان طبعا بيتم بالأول اختيار أولي من قبل هيئة فيدوكسل بيتم انتقيم المشاريع من ناحية الأكاديمية والتقنية من قبل اختصاصيين محايدين بعدين بيصير في غربة لهذه المشاريع بيطلع مجموعة أصغر من المشاريع بيتم بقتل لبنان هيدا المشاريع بيعطي رأيه فيه وزارة التربية والتعليم العالوي طبعا مكتب تامبوس الوطني من محواطية الاتحاد الأوروبي ببيروت وعلى أساسهم بيتم بعدين اختيار المشاريع بده يقضع الاختيار النهائي لقيمة المشاريع لهذا بي تامبوس طروع يعني بالمرحلة السابقة كان المشروع مدته بين سنتين وثلاث سنين وصقف المنخى هو خمسينة ألف يورو هلأ بيتم بيطلع غابع يلي بده يمتد للألفين فتاش صارت مميما من خمسينة ألف يورو وممكن توصل ميازنة المشروع للمليون ومص يورو الكليات التابعة للجامعة اللبنانية هي أكثر من استفاد من تامبوس فور فاستحدث فيها فرعون للدراسات العليا في كلية السياحة والسفر والفنادق مدرسة للدكتوراه في كلية الحقوق استحداثوا فرعا في كلية الزراعة في كيفية حماية الغابات هيكلية في كيفية الإدارة في اعتماد أنظمة وبرامج هندسية وكل ذلك بالتعاون مع جامعات لبنانية خاصة وجامعات أوروبية تامبوس فور استكمال لبرنامجي تامبوس اثنين وثلاثة فتح مجال التعاون مع الجامعات الأوروبية كافة بعدما كان التعليم العالي في لبنان محصورا ببعض الجامعات الأوروبية والعربية استفاد من تامبوس فور إضافة إلى الجامعة اللبنانية كل من الجامعات العربية الحريري الكندية البلماند الكافاءات روح القدس الكاسليك والجامعة الأمريكية في بيروت جهزنا مختبراتنا وصاروا حاليا مختبراتنا اللي بتشاهدون جاهزين أنه نحن نقدر نستقبل الطلاب يعمل تطبيئات تخلص المختبرات هذي وهذا ما قدر صار إلا بالتعاون اللي صار بيننا ومالك هذا اللقيم الإجماليجي للهبة كانت حوالي نص مليون يورو كانت حصة الجامعة الأمريكية بحدود لأربعونيات ألف يورو الباقتبرات أخرت حصة بحدود المئة وخمسين مستنادي كانت المعدات كتير ممتازة لأنه يعني كأنا عمشتغل بشركة يعني فيه طولز من أريكسون فيه طولز من نراتيج بارس في كذا طول بلانيج أوبتومايزيشن والأصص مش موجودين بلابتان هو كأني كعف الشغر بشركة نوضعوا هاللابس على أساس الكورسز اللي نأخدهن فكان أكيد يعني اللي نأخدهن بالكورسز مجم من منطبئن هون هذا وأمن تامبوس فور 140 منحة تعليمية لتدريب الدكاتير اللبنانيين في جامعات أوروبية بهدف تطوير المناهج التعليمية للدراسات العليا والدكتوراه في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة في ختام هذه الجولة نشكر لكم المتابعة على أمل اللقاء في العدد المقبل من مجالة حوار وجوار ولمزيدا من التفاصيل زوروا موقع www.aromad-news.org إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة